هل يغفر للقاتل اذا عفى عنه اهل القتيل اولا اذا كان القتل عمدا لا القاتل العمد مخلد في النار هذا بنص القرآن الكريم يعني القاتل العمد يعفو اهل القتيل ما يعفوش خالق الموت والحياة انما هو الله الذي خلق الموت والحياة فالذي يسلب الحياة هو رب العبادة عز وجل الذي اعطى الحياة اما ان يقوم انسان بقتل انسان هذا غير مغفور ده في الدرك الاسفل ومخلد في النار يعني لا نقاش في هذا القاتل العمد في نار جهنم خالدا فيها اما القتل الخطأ فيها طبعا الكفارة وفيها صيام شهرين متتابعين ان لم يستطعوا فيها عفو اهل المقتول اهل القتيل هكذا والله اعلم وربنا يتوب علينا شوفوا في قاعدة تقول انت في سعة من امرك ما لم تصد دمان طالما انك من قتلتش انت في سعة من الامر يوم القيامة ان شاء الله رب العالمين وطبعا لازم يكون يصلي لو لم يصلي فلا